موسيقى لحضور وفد عسكري من القوات المسلحة افتتح في بلدة العبادية بمحافظة بيت لحم صرح شهداء الحرس الوطني الاردني الذين ارتقوا في معركة حسان قبل 62 عاما والذي اقامته مجموعة هنا العبادية الشبابية والمجلس البلدي هناك نتابع هذا التقرير في ذكرى الثانية والستين لمعركة حسان بين الحرس الوطني التابع للقوات المسلحة الاردنية والعصابات الصهيونية عام 1956 وفي مكان قريب من ارض المعركة التي جرت في بلدة العبادية الى الشرق من بيت لحمى المحتلة وارتقى خلالها عدد من الشهداء الاردنيين والفلسطينيين يدشن صرح لشهداء الحرس الوطني الاردني بحضور وفد عسكري من القوات المسلحة الاردنية برئاسة مساعد رئيس هيئة الاركان للقوى البشرية العميد الركن محمد سليمان بن ياسين بالاضافة لرئيس مكتب تمثيل المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين السفير محمد أبو وندي ومحافظ بيت الأحمى اللواء كامل إحميد ورئيس بلدية العبيدية المحامي ناجي ردايده استطعنا أن نكون موجود بين أخواننا في بلدية العبيدية وأن نكون بين شهداءنا الأبرار اللي يضحوا بدمائهم الغالي والنفيس تضحية عن سرى هذا الوطن الغالي نفتخر في القوات المسلحة الاردنية في التوأمة بين القوات المسلحة الاردنية والأردن وأيضا فلسطين له جسد واحد يعتبر وأيضا من افتخر في تقديم الشهداء اللي يضحوا بدمائهم الطاهرة هون في هذا البلد الطاهر في عام 1956 تدشين صرح شهداء الحرس الوطني يؤكد من جديد على بطولات الجيش العربي في الدفاع عن أرض فلسطين خلال سنوات مضت كما يؤكد أيضا على وحدة القتال بين الفدائيين الفلسطينيين والقوات المسلحة الاردنية خلال الحروب العربية مع العصابات الصهيونية وأكبر دليل على ذلك عدد الصروح والمقابر التي تعود للجيش العربي وتضم أفرادا من القوات المسلحة الاردنية وأبرزها في مدن القدس ونابلس وطوباص هي رسالة قوية لكل أعداء أمتنا العربية لكل الطامعين في تفسيخ الوحدة العربية نقول بأن الأردن وفلسطين هم نموذج لهذا التعاون نموذج يحتذى به القيادتين الفلسطينية والأردنية جلالة الملك وسيادة الرئيس يقفون اليوم في مواجهة كل الإجراءات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية مدافعين عن القدس عن المقدسات عن الوحدة عن الدولة عن الحقوق في هذا الصرح الذي يدشن اليوم يرقد شهداء من الأردنيين والفلسطينيين من أفراد الحرس الوطني الأردني التابع للجيش العربي ممن ارتقوا في معركة حسين في السادس والعشرين من أيلول من عام ستة وخمسين هم شهود على اللحمة الأردنية الفلسطينية في مقاومة العصابات الصهيونية من بلدة العبيدية الشرق بيت لحمة المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا